ايه الطعمة واللززة دي ايه الشياكة دي شايفين الشكل جميل ازاي والشاهي والازيز الشكل جميل والازيز وطعمه كمان روعة هنعمل مع بعض كروسه السوسره بشكله جميله طريقة كمان سهلة وبسيطة واقتصادية بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه وسلم هنعمل مع بعض السوسره طريقة جديدة وسهلة وبسيطة واقتصادية يلا نشوف مع بعض الطريقة معانا نص كوب من الحليب كوباية الارابع من السكر البودرة وبتين وكوباية دقيق ويباكو بيكون بودر واثنين بالانية دلوقتي في بولا هنفصل بياض البيض عن الصفار زي ما حضرتكو شايفيه وبعدين يعني اضربهم بالمضرب كويس جدا جدا لغاية ما يعمل فوم ويكون لونه أبيض ونوسع البيض هنا الصفار او بياض البيض ابتدى يعمل فوم ابيض هننزل عليه بالسكر بالتدريب هننزل بالسكر شوية ورا شوية وبرضو مكملين ضرب في آآ السكر مع بياض البيض هما قلت لحضراتكو بنضيف جزء ورد تاني من السكر هنستمر برضو في الخفق لغاية ما يصبح لونه ناسع البيض دلوقتي انتهينا من قفكو البيض بياض البيض مع السكر وفي بولا تانية هنضيف الصفار البيض ومعه الحليب والفالينيا والدقيق والبكن بودر هنضربهم برضو وبعدين هنضيف عليهم الخليط اللي عملناه الاول مع بعض وهو بياض البيض مع السكر البدرة هنقلبهم بالمعلقة زي ما حضراتكو شايفين وبعدين هندين سوق وهننزل بالخليط في السوق بتاعنا هنفرد الخليط على سطح السوق وهيكون رائع جدا زي ما حضراتكو شايفين هندخله فرن لمتوسطة الحرارة هيقعد حوالي عشر دقايق وبعدين هيخرج بالشكل الجميل اللي حضراتكو شايفين بعد مرور خمس دقايقه اللي يبرد هنقلب الصاج فوق مشمع شفاف صحي وكمان هنساوي السطح بتاعه بسكين وهنبتدي نلفه اللور بعد ما نرش عليه معلقة دقيق او معلقة سكر بودرة هنفرد عليه طبقة من مربة الفراولة وبعدين هنبتدي نلفه اللور زي ما حضراتكو شايفين كده هنضغط عليه كويس جدا جدا علشان مايفكش معانا وبعدين هندخله التلاجة هيقعد حوالي ثلاث ساعات وبعدين هنخرجه ودلوقتي هنشوفه مع بعض ودلوقتي بالوقتي طبعا بعد ما خرجناه من الدلاجة كان اللور بتاعنا متماسك زي ما حضراتكو شايفين وما فكش معانا ولا حاجة طبعا دلوقتي هنبتدي نقطعه مع بعض ونشوف جكله من جوه وده بيكون الشكل النهائي لس وسرولو بتاعنا بعد ما دعنا على سطحه مربة الفراولة وزيناه كمان بقطع من الموز هيضافة نقطة بسيطة من مربة الفراولة للتزين وكان شكله زي ما حضراتكو شايفين شكله جميل وطعمه لزيز وحاجة فاخر من الآخر والطريقة سهلة وبسيطة واقتصادية كلنا نقدر ننفذها حبيبي لو استفدتوا من الفيديو أتمنى تدعموني باللايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من قناة مام التوتا نختم الفيديو معاكم بالصلاة على النبي شكرا